السلام عليكم ورحمة الله مجددا متابعينا الأيزاء متابعي قناة دعم الدراسي مرحبا بكم مراء أخرى على القناة هذا الفيديو هذا غد نخصوه لإطار المرجعي الخاص بالامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة دروس البتدائية يعني الإطار المرجعي ديال الامتحان ديال الأخر سنة ديال المساوى السادس النسخة المكيفة كما كتشوفوه بالرسم السنة ديال الموسم الدراسي الفين وثلاثة وشرين الفين ووربعة وشرين كما عرفنا هذا السنة دي كان فيها بزاف ديال يعني الإضرابات يعني الوزارة عمدت أنها تخرج نسخة مكيفة يعني قل فيها عدد الأسئلة وتغيرت فيها مجموعة من الأشياء مقارنة مع السنوات الماضية إذن نبدأ على بركتي الله بالإطار المرجعي ديالمادات الريادية في انتظار يعني باقي الأطور المرجعية الأخرى في هذا الفيديو هذا ندر واحد مقارنة بالإطار المرجع ديال الفين ووربعة وشرين والسنة أو للسنوات الماضية باش نعرفو عشنا هم الدروس لي تم الحدف ديالا إذن بالنسبة للمتحان بشكل عام فهو كيتتوضع على أساس فيه يعني مجموعة ديال المجالات عنا المجال الأول كيكون فيه الأعداد والحساب غمشو بمجال بمجال هذا المجال الرئيسي الأولي فيه الأعداد والحساب كيكونوا فيه غيكونوا فيه إن شاء الله أربعات الأسئلة عندهم علاقة بإجراء حسابات على الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد الكسرية والأعداد العشرية كل حاجة غنعطيكم مثال ديالها سؤال الأول أو للعملية اللولة غتكون ديال الفرق ديال مجموع وفرق أعداد صحيحة طبيعية وأعداد عشرية من 6 أرقام على الأقل إذاً غيكون عندي مجموع وفرق ديال الأعداد الصحيحة الطبيعية بحالة الانتحان هذة ديال تيطوان ديال العملي فت إذن ها هو اليوم جمع ويطرح ديال الأعداد عشرية شفتي صحيحة وعشرية كيفيكونوا بجوج و ج郎 نشوف هنا يا هذا مثلا ديال مراكش هذا ديال مديرية ديال مراكش هاي الأعداد والحساب عندي الجمع ويطرح ديال أعداد صحيحة طبيعية وعشرية إما يكونوا كلهم عشرية أو فيها أعداد صحيح طبيعية وأعداد عشرية هيكون عندي الجداء الثاني دي العدد صحيح طبيعي وعدد عشري في وضع عمودي على ألا يقل عدد أرقام هذه الجداء عن سطل الأرقام يعني الجداء اللي أخيري سيكون من سطل الأرقام الفوق يعني باش يكون تابع الإطار مرجعي إذا بحالة الشكل هوا هنا عندي جداء دي الأعداد عشرية إما عشري في عشري أو لا صحيح في عشري إذا أنا نشوفه هنا يا مثال آخر هوا عملية عمودية دي العدد عشري في عدد صحيح طبيعي إذن غدينكملوا العملية الموالية غيكون فيها الخارج يعني القسمة حساب الخارج المطبوط لقسمة عدد صحيح طبيعي أو عدد عشري على عدد عشري إذن إما المقصوم إما يكون عدد صحيح طبيعي أو ليكون عدد عشري والمقصوم عليه دائما يخصو يكون عدد عشري هنا عشري على عشري نشوفوا هنا يشنو عنا هنا عشري على عشري بالنسبة للعملية الرابعة فيها حساب مجموع وفرق وجوده بثلاثة هذه العملية سيكونوا في وضعية اختبارية واحدة معناته أنه ليس الفرق بوحده وعملية أخرى فيها الجمع وعملية أخرى فيها الضرب لا سوف يقدر تكون تلك القسمة لأن القسمة تتحول إلى الضرب في الآخر دياله إذن مثلا هنا ها هي هنا عملية وهو جمع وطرح والضرب ديال الأعداد كسرية كذلك هنا في هذا النموذج دي المراكش هو الجمع والطرح والضرب ديال الأعداد الكسرية وهنا يقدر يكون عندك عدد صحيح طبيعي يقدر يكون عندك عدد عشري ممكن تحوله إلى عدد كسرية عدد حسب إذن قع هذا الشيء اللي عنده علاقة بالحساب بغل نخلي لكم في الرابط أسفل الفيديو الفيديو اللي فيه مراجعة مركزة لهذه العمليات بالجمع والضرب بالقسمة بالأعداد الكسرية الفرق اللي بين ذك العام وهذا العام شنو اللي ينقص شوفوا معي الإطار المرجعي ديال السنة اللي فاتت كان زيد سؤال خامس اللي هو حساب مجموع أو فرق عددين ستينيين معمبر عنهما بساعة والدقائق إذا العدد ستينية حيدوهم لكم من سميتو هاد العام هذا شوفوا اللي كمنا مع الانتيحة نغلقوا هنايا الأعداد ستينية هنايا والأعداد ستينية هنا هاد العام ما عندكم ش الأعداد ستينية صافي في الإطار المرجعي من بعد المجال الفرعي التاني غيكون على القيوة قوى العدد إثنان و القيوة العدد ثلاثة يعني راههم بساطين تهوركين فيديو على استعداد الانتيحة الموحد في هاد القيوة و كيفاش الطريقة دي الوضع الأسئلة إذن تحوي العام إلى جوداء عددين صحيحين إلى جوداء قيوة جوجو ثلاثة في وضعية اختبارية واحدة مهم هذا المربع الخالص و المكعب الخالص المهم أنه غيكون عندك واحد العدد يكتب على شكل مربع و عدد يكتب على شكل مكعب يعني يخصتكم تكونوا حافظين الأرقام يعني المربع دي الأرقام و المكعب دي الأرقام على الأقل إلى حدود عشرة يعني من واحد حتى العشرة تكونوا حافظين أو إلى 12 و 14 تكونوا حافظين المكعبات ديان و مثلا هنا 49 خاصك تعرفوا كي تكون مكتوب على شكل ماذا مربع أو لا مكعب كذلك 64 هو واحد العدد أس إثنان أو لا واحد العدد أس ثلاثة غادي أكتب الجوداء أما قالك لحسب الأول و غير هذا الجوداء هذا غتشد العاملين دياله غتكتبهم على شكل قيوة إثنان و قيوة ثلاثة بحال هنا السؤال بسيط جدا تمانية غتكتب على شكل جوجو ثلاثة فمئة هي عشرة أس جوج فقط هاتش اللي غادي يكون عندك يعني بكل بساطة إذن ما تحد فاتش كانت ذاك العام المجال الفرعي الثالث مقارنة وسرتي بالأعداد صحيحة الطبيعية والأعداد الكسرية والأعداد العشرية إذن غيرتكم مجموعة دي الأعداد صحيحة وكسرية وعشرية و خصتك ترتبهم في وضعية اختبارية واحدة كذلك كانت السنة اللي فاتت بحالك مجموعة من الأعداد منهم العشرية منهم الكسرية منهم صحيح المهم نتخص ترتبهم والترتيبته هو كين فيديو خاص به جمعت لكم مجموعة من يعني الترتيب حالكة من مجموعة دي الأمتيحانات وخدمتهم معاكم إذن هنا خاص دائما العدد الكسر يتحول إلى عدد عشاري بحالهم باش نقدروا نرتبوه معاهم مزين غنجيو المجال الفرعي الثالث غتكون فيه مسألات تتعلق بالتناسبية التناسبية هنا اكتفوا لكم على ثلاثة الحويش نسبة المئاوية السرعة المتوسطة وسلم التصاميم والخرائط يعني شنو نقصو لكم مقارنة بالإطار المرجعي دي العاملي فات نقصو سعر الفائدة ونقصو الكتلة الحجمية نقصو لكم هادو بجوج من التناسبية إذن خلوه النسبة المئاوية السرعة المتوسطة وسلم التصاميم والخرائط هادو رمشي سهلين هادو اللي بقين سواء النسبة المئوية او لا السرعة المتوسطة او لا السلم التصاميم والخرائط رمشي بساطين وكي المجموعة من الأسئلة تاني فيديو درت لكم على كل حاجة بوحدة إذن هنا مثلا عندي واحد المسألة على سلم التصاميم والخرائط هنشوفوا دي المراكش شنو كانوا أعطوهم داك العام إذن أعطوهم سعر الفائدة هاد العام كي ما قلنا معندكم مليكي سالي المجال الفرعي الأول يجي المجال الرئيسي الأول يجي المجال الرئيسي الثاني ديال الهندسة الهندسة فيه تهواج حال هنا هي ثلاثة ديال أعطي لكم ثلاثة المجالات الفرعية المجال الفرعي الأول الزوايا أشيطلبوا منكم إنشاء زاوية بمعرفة قياسها وإنشاء منصفها هاد دائما كالتعطاء لا في ذاك العام ولا هاد العام إنشاء زاوية يقول لك أنشئ زاوية قياسها وأنشئ منصفها هاد كالتعطاء بجميع السنوات من بعد غادي يقول لك حساب قياس زاوية معينة فيه شكل هندسي إما متلت أو لمضلع رباعي باستعمال قاعدة مجموعة قياسات زاوية متلت هاد شي كل شي دير عليه فيديو ونخلي لكم جميع ما كتحتاجوه في أسفل الفيديو إذن بحلق كيعطيك شكل وتيطلب منك تحسب هذا شي زاوية من الزوايا ديالو هنشوفه هنا وحسب قياس الزاوية أو مضلع رباعي قياس زاوية وعاطيك واحد زاوية خصك تلقاها مثلا سوف يتلقى القياس ديال أو لك يكون مرسوم هنشوف مثلا هنا هذا شكل الرباعي خصك تكون عارف العلاقة بين الزوايا ديال الأشكال يعني الأشكال يعني اللي معروفة الأشكال الاعتيادي مربع مستطيل متوازي أضلع هنا مثلا معين عاطيني زاوية وحدة ولكن الزوايا الأخرى ممكن نعرفوهم لأن زوايا معين متقابلة ومتقيصة إذن هذه مع هادية 39-39 وهذه مع هادية وممتقيصين إذن غنشدش حل مجموع زاوية الرباعي كيف ما بغيكون 360 دراجة غنقص منها 39 في الجوج ذك الشي اللي بقى غنقص منه على جوج النص الهادي والنص الهادي لأنهم متقايزة من بعد غديجي هنشوفو شن الفرق وش نقصو شي حاجة من هنا في الزوايا إذن الزوايا هو هاداك هنشوفو إنشاء الأشكال الهندسية نقصو لكم التكبير وتصغير الأشكال إنشاء الأشكال يعطوك تنشاء شكل هندسي مضلع رباعي متلت ولا دائرة سوفي إما متلت رباعي يعني متوازي أضلع مربع مستطيل معين أو لمتلت أو لدائرة سوفي إما يعطوك الأضلع ترسم انطلاقا من الأرض أو لا يعطوك الأقطار أو للزوايا أو للشعاع إذا كانت دائرة إذن بحل نشوفو هنا هنا عاطينك ترسم شكل يعني إما كيكون متلت إما كيكون رباع أنشئ معين عاطينك هنا الأقطار ديالو هنا مثلا أنشئ مستطيلا قياس طول قطري خسك أنت تعرف أن الأقطار ديال هذا ديال إذن 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 منذي يعطوك قلنا القطر ديالو خسك تعرف أنهم يتلقوا في المنتصف وأنهم متقيسا باش تقدر ترسم إذن غادي نكمل المجال الفرعي الثالث في إنشاء مماثل شكل هندسي اعتيادي يعني إما متلس أو مضلع رباعي معطى بالنسبة لمحور سماد المعلوم على شبكة تربيعية يعني ما غير قبيضة ترسم المماثل وإنما على شبكة تربيعية بحال هكا يعني شكل ترسم المماثل ديالو يعني شكل بسيط تعرف يعني سواء رباعي وقدر يكون رباعي مش بالضرورة يكون رباعي كي مش في ندب نموذج ديالو تطور إذن هذا شكل رباعي الحاجة اللي نقصد مقارنة مع العام اللي فات هو وقت كبير وتصغير الأشكال الهندسية إذن حيدوها لكم هات السنة هات غدي نكملو هنشوف المجال الفرعي أو المجال الرئيسي الثالث الساعة التخزين لا ما تكون عندكم إذا نشوف الفرق بين هذا العام و هذا العام إذا لديك شلي كين بالنسبة للتحويل دائما ويكون بسيط هورا كين فيديو عليه غير هورا يكون عندكم بزاف ديال أعداد يتحول نفس الوحدة وقدر يكون عندك المجموع أو الفرق صافي يقدر يكون عندك هنا التحويل الخرارة ستكون في القياس محيط دائرة ومساحة المضلعات الاحتيادية ومساحة القرص إذا ستعطيك تحسب قياس محيط دائرة بمعرفة قياس شعاعها أو قطرها ثم حل المسألة متعلقة بحسب قياس مساحة شكل هندسي اعتياد إما متلت مستطيل شبه منحارف قرص مع الاكتفاء بأحد الأشكال يعني يعطوك مسألة يعطوك فيها إما متلت يا إما مستطيل يعني الشكل من الأشكال نشوف الفرق بين عام الليفات وهذا العام نقص شبه منحارف ونقص شي حاجة أخرى معين كنظون إذا خلاوا الأشكال لسألة إذا حيدوا المعين وحيدوا متوازل أضلع ولكن شوف ما تعتمدوش مياه في المياه المهم أنت تقرأ المساحة ضبط المساحة لجميع الأشكال الهندسية لأن بعض المرات يقدر في حاجة من هذا ما تحترم شمية في المياه مثلا هنا قالوا لنا في المماثل رباعي هاو هنا ما ديرين شكل رباعي مثلا هنا ما ديرين شكل رباعي مفووم إذا مهم أنا أخصي نكون ضابط الدرس ديالي إذا عاطينك تحسب محيط أو لا ترسم هنا غالي ترسم لا حساب قياس محيط دائرة عاطينك تحسب محيط غيرتوك الشعاع أو القطر وحسب محيط دائرة قياس قطرها هو أو عاطينك تحسب هنشوف هنا يشنو عاطين فالنموذج الآخر وحسب محيط دائرة قياس شعاعها خمسة إذا إما يعتوك المحيط أو القطر وتقصب على جوج لتلقى الشعاع لأن المحيط يغي الشعاع أو يعتوك الشعاع مباشرة ثم مسألة تتعلق بحساب شكل من الأشكال الهندسية هنا قام فلاح بزراعة الجزء الملون مثلا هنا أحسب مساحة الجزء المزرع إذا هذا الرابع ديال المعين تحسب معين وتحسب الرابع ديال مثلا محيط قطعة مربعة شكل 140 متر احسب قياس دلع بالمتر احسب قياس المساحة بالمربع هنا مسألة عندها علاقة بالمربع إذا كان بعض المسائيل يجيو بساطين كان بعض المسائيل يجيو شوية أصعاب إذا كان وحد الفيديو جمعت لكم فيه يعني أصعب المسائيل يطيح في المساح غادي نكمل إذا المجال الرئيسي الرابع اللي هو تنظيم ومعالجة البيانات هو آخر واحد كيكون مصيد حل مسألة تتطلب قراءة وتأويل البيانات واردة في جدول أو مخطط بقضبان إذا كي يعطوك واحد المبيان أو الجدول وكي يعطوك تستخرج منه بعض البيانات إذا ما عندكم سهل ما عندكم شي حاجة 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 اللي نقصو لكم يمتلكم صعوبة ولكن أنا اللي نوصيكم مع لي من اللي تخدمون نماذج المتحانات سابقة هنحطها لكم خدموا كل شي خدموا كل شي لماذا لأن هذا الحجوم ستتبعكم في الإعداد يجب أن تكون ضابط طريقة أو القاعدة الحساب الحجوم ديال المجسمة إذا الحاجة اللي تضبطيها إن شاء الله في الابتداء ما غادش ندمع لها بطبيعة حال في السنوات الأخرى إذن غير باش نقول لك شنو حيدو لكم إذن هنا حيدو الحجم بالنسبة التنظيم ومعالجة البيانات تيكون بسيط النقاط ديال وخص تكديهم كاملين مبيان كتتاخد منه معلومات فقط إذن هات شي اللي كيين بالنسبة للإطار المرجعي ديال المتيحان شفنا الأشياء اللي نقصو كنتمنا لكم التوفيق ونتلقى من شاء الله مع الأطور المرجعية لبقي المواد